اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيستنى الشهر ده بالزيت علشان اللامة بتاعت الفطار والاكل ويعني الفطار طبعا واللمة والقعدة بصراحة رمضان اجواء وبتبقى مريحة جدد يمكن رمضان في مصر فعلا مختلف اه يمكن نسيبه لأولئية بس هو فعلا رمضان مختلف قابلت ناس كتير قوي بتتكلم ان رمضان في مصر فعلا مختلف عن اي دولة عربية برا مصر الاجواء والاحساس بتاع رمضان ده مختلف جدا في مصر عن اي مكان تاني ففعلا واحد بيستنى رمضان من السنة للسنة علشان الوقت دي طبعا اكيد واحد بيستنى رمضان برضو علشان يعني تبقى قريب من ربنا اكتر بتحاول انك تتقرب من ربنا احساسك ان انت الشهر ده من زبالك ممكن تلمي فيه حسنات والدنيا تبقى بترجع تاني زي الاول مثلا دنيا هادية وجواك سلام نفسي والدنيا بتبقى حلوة في رمضان بالذات فطبعا هو شهر كله خير وكله بركة وبالنسبة لنا كمسلمين يعني الواحد كل سنة بيقول لما بلغنا رمضان بنتمنى ان احنا كل سنة نبقى موجودين في رمضان على قد ما نقدر هم عدகتك ايه بالسوشل ميديا كبター يعني مش 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 قوي ومش وحش قوي ومش كويسة قوي المكن انا في النص يعني اه عندي عندي صفحات طبعا بس يعني مش مش يعني الموضوع بنسبالي مش مش إدماطي مش معه اني مش كريزي اباوت بالضبط يعني اه ممكن انا عندي صفحة من اسطلجام عندي صفحة ولفيسبوك فده طبيعي لكن مبركزش قوي معه تهتم تسمع رأي الأخر فيك لا باهتم طبعاً بس فيه فيه نقد أنت بتتقبله وفيه نقد أنت بالنسبة لك مفيد جداً وفيه نقد ناس بتنقض للمجرد النقد فده بالنسبة لي ما بيشغلنيش بنتعامل مع ده ازاي وده ازاي؟ طبعاً النقد البناء إن ده أنا بستفد منه جداً من الناس كمان اللي في المجال كصحفي كقناقد رياضي كمدرب كإعلامي النقد ده أنا أستفيد منه وطبعاً هتعلم منه كتير جداً وفيه تاني نقد تاني ما اللي هو بمجرد تجريح انت بتجرح وخلاص بالضبط فمنزبالي أنا مش شايفك بلوك بتعمل بلوك اه طبعاً بعمل بلوكات مش عشان مش عشان حاجة بس علشان انت ما ينفعش تبقى بتبعتلي وانت بتغلط فيه طبعاً أنا منزبالي مش هاب على أن نشوف حاجة زي كده وفي نفس الوقت أنا براح دماغي نعم بلوك والموضوع انت بالنسبالي وانت مش تعرف كده كده توصل لي وخلاص فالقصة بالنسبالي بتبقى أسعل حاجة بلوك وخلاص يعني ولا هتضايق ولا أنت هتفرق معي ولا أي حاجة خالص انت بالعكس انت لما تعرف نعم تلك بلوك انت نفسك هتحس ان انت يعني ولا حاجة لا ممكن لما ترد مثلاً بشكراً ربنا يكريمك لا لا ممكن برضو يعرف انه ولا حاجة لا بالعكس هو أنا لما هرد عليه يبقى أنا يبقى يبقى هو خد تحايز من تفكير لكن بلوك بالنسبالي خلاص شكراً الموضوع انت يعني انت مش هشوفك تاني بقى شكراً ترجمة نانسي قنقر